وضع في تونس بات مقلقاً والله أخشى على تونس كخشاتي على كل العواصم العربية تونس هناك أزمة سياسية طاحنة هذه الأزمة السياسية في ظاهرها خلاف بين قاصر قرتاج بين الرئيس قيس بن سعيد وبين المشيشي رئيس الوزراء لكن الحقيقة أن الخلاف خلاف بين الرئيس والحكومة المدنية وبين حركة النهضة اللي يقودها راشد الغنوش وأنا برجع تاني عشان ما نتوشف تفاصيل التفاصيل الشيطان موجود فيها هناك لكن خلينا نروح للفكرة الأساسية ونبتعد عن الشيطان وتفاصيله بقول أنه طالما وجد كائن إخواني في منظومة سياسية فنبئ بفسادها حينما يوجد كائن إخواني متربس في تنظيم أو في كيان أو في مؤسسة أو في حكومة اعلم أنها مفخخة حدث هذا من حماس لما دخلت الدولة الفلسطينية في الانتخابات فخخة القضية الفلسطينية وأدت إلى اكتزاء غزة في جزء والضفة في جزء وضاعت القضاة الفلسطينية وإحنا بنحاول نلملم الآن شاتات الأمن حدث في مصر نفس الشيء حدث في الصومال نفس الشيء بيحدث في تونس الآن نفس الشيء الرئيس التونسي طالب رئيس وزراءه بالاستقالة من أجل فتح مبل الحوار الوطني الرئيس الحكومة قال له لا مش هستقيل الحوار الوطني لا يمكن يكون مرتبط باستقالتي أنا مش هستقيل الخلاف الآن بين الرئيس ورئيس الوزراء لكن رئيس الوزراء بيمثل حركة النهضة أو متعاطف مع حركة النهضة أو جزء ممثل لحركة النهضة أو يتكلم بلسنها وحركة النهضة حركة إخوانية بيقودها راشد الغنوشي حركة أصولية داخل دولة مدنية لا عايش للإخوان في منطقتنا لا عايش للإخوان في هذه المنطقة أنا بقول للإخوان أنتم ملكوش عيش في هذه المنطقة أنتم بحثتم في الوصول إلى السلطة من خلال استخدام الدين لم تفلح هذه الطريقة الآن بيستخدموا حقوق الإنسان للوصول إلى مقاربهم بقول تاني أنه الإخوان المسلمين وتنظيمات الطيارات الإسلامية كلهم على بعض جزء أساسي من محاولة تخدير الشعوب عن طريق الدين تاني بقول هذا كلام وبعيده للمرة التانية بقول أنه فيما مضى القوى الإمبريالية ما عليش المصطلح ده مصطلح ستيناتي يعني بس واقعي ولازم نعيده تاني رغم أن في الكارهين والستينات وما أدرك من ستينات الفكر الإمبريالي الغربي الاستعماري دائما ما كان بيهدف إلى تغييب وعي الشعوب في الشرق عايزنا ما نفكرش ما نفهمش ما عندناش وعي استخدموا أول ما استخدموا مع الصين اللي بني كلمة لديه دلوقتي استخدموا يا إبراهيم استخدموا الأفيون استخدموا الأفيون وخلوا 400 مليون صيني يدمنوا الأفيون كلام ده جماعة 1781 و1800 يعني في هذه الفترات قامت ثلاثة حروب الحرب الأفيون الأولى والثانية والثالثة بين بريطانيا والصين وضاعت هونجونج في أول حرب ثم انضمت فرنسا إلى بريطانيا لحرب الأفيون التانية وكتب فيكتور هوجو الأديب الفرنسي قال للناس دي كانوا جنين يسرقوا الصين ورجوا يتحكوا مع بعض على أوروبا والتاري عليهم بقول إنه كانت أول محاولة لتغييب الشعوب في الشرق كانت الأفيون المخدرات بيستخدم مخدرات تغييب وعي الناس نجحوا في تقدير 400 ألف 400 مليون صيني لغاية تم طلع ماو وخذ قرار بتجريم وتحريم استراد ودخول وتهريم الأفيون وحرق ألف طن أفيون في الساحة الشهيرة في الصين ده كان أول معركة لتغييب الشعوب بعد ذلك بريطانيا برضو بريطانيا برضو استخدمت مخدر جديد لتغيير الشعوب وهو الدين بس الدين مش الدين الأصلي الدين التقليد وجابوا جماعة الإخوان المسلمين في مصر 1928 وقالوا الدين أفيون الشعوب بدل الأفيون اللي تم تجريم وتحريمه تم خلق حالة جديدة من الأفيون اللي هو الدين يلا الأيد المتوضقة ونموتوا في سبيل الله والكلام ده كله وهم الدين منهم براء مش دين مش نسخة الدين الأصلية وإنما نسخة غير أصلية استخدمها هؤلاء لمحاولة تغيير الشعوب دلوقتي فشلت خلاص ندور على نسخة جديدة هي ايه؟ النسخة التالتة دلوقتي لتغيير الشعوب هو وسائل التواصل الاجتماعي وادرسوها ورجعوها شوفوا الأفيون كان بغيب العقل وبعدين استخدموا الدين لتغييب العقل تغييب العقل اللي هو كان الإخوان المسلمين يقول لك الإخوة قالوا لي والبيعة ما بفكرش يبقى هو الفكرة اللي يلغي تفكيرك دلوقتي برضو سوشال ميديا وغيره فانا بقول المعركة مستمرة بين الغرب وبين الشرق استخدموا الإخوان لتوصيل مجموعة من الرسائل وتغييب وعي الناس وده حقيقي الناس اللي هم ضحايا هذه النظرية مش حاسين بيها